لدى استقبال سموه لعدد من كبار رجال الأعمال الهنود أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بالدور الذي يطلع به رجال الأعمال الهنود في رفض العلاقات الثنائية منوها سموه بأن مملكة البحرين مهيئة ولديها من الإمكانيات التي تشجع على اتخاذها مركزا تجاريا وحاضنا للفعاليات التجارية والاقتصادية والاجتماعية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل عددا من رجال الأعمال بجمهورية الهند يتقدمهم السيد رسل مهتا مالك شركة روزي بلو دايموند الهندية وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعمق العلاقات التجارية البحرينية الهندية وملعبته من دور على مر التاريخ في التقريب بين البلدين مراحبا سموه باستضافة مملكة البحرين للفعاليات التي من شأنها تعم العلاقات وزيادة الترابط التجاري وإتاحة المجال للقطاع الخاص في البلدين للمساهمة فيها فيما أشاد السيد رسل مهتا بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها مملكة البحرين لرجال الأعمال وأثنى على دور الأجهزة الحكومية فيما تقدمه من تسهيلات وتيسيرات للتجار والزوار والمستثمرين وأشاد بالنهضة الحضارية في مملكة البحرين والتي تعكس العمل الدؤوب والناجح للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ترجمة نانسي قنقر